1- مجار الصرف الصحي 2- محطة الرفع لكي تضخ مياه الصرف الصحي حتى تصل إلى المستوى الذي يمكن المياه أن تتدفق وفقاً للجاذبية 3- أحواض الغربلة فصل المواد الصلبة التي قد تضر أو تسد المعدات من مياه الصرف الصحي 4- أحواض الفصل لإزالة الحصى من مياه الصرف الصحي 5- أحواض التهوية البكتيريا داخل خزانات التهوية لتحليل المواد العضوية إلى ثاني أكسيد الكربون وماء 6- أحواض الترسيب يستقر التندف أي التخثر في القاع ويتم ضخه إلى الخارج على شكل مواد صلبة حيوية 7- أحواض الهضم تقوم البكتيريا بتحليل المواد العضوية مما يؤدي إلى تقليل الروائح المؤذية وانخفاض أعداد الكائنات الحية الدقيقة الضارة 8- أحواض التعقيم يتم تعقيم مياه الصرف الصحي بواسطة الكلور أو بواسطة الأشعة فوق البنفسجية 9- شلالات تهوية لتهوية مياه الصرف الصحي قبل التخلص منها في الأماكن المخصصة 10- الجدول المتدفق وهو مكان استقبال مياه الصرف الصحي المعالجة ترجمة نانسي قنقر شكرا